وجه الرئيس عبد الفتح السيسي الحكومة باستمرار العمل على برامجها لدعم ذوي الهمم مشينا للتقصيص عشرة مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف كتمويل إضافية جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية فقد وجهت الحكومة باستمرار العمل على برامجها لدعم ذوي الهمم والبناء على النجاحات التي تحققت على مدار الأعوام السابقة وعلى رأسها زيادة المنشآت المخصصة لخدمات ذوي الهمم والاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكملة والدعم النقدي واستمرار عمليات توزيفهم في الجهات الحكومية بما في ذلك الوظائف القيادية فضلاً عن صدور القانون الخاص دعم الصندوق قادرون باختلاف اللي احنا حطينا الوقت فيه الرقم اللي أول لدولة الرئيس قالنا عليه اللي هم إلى عشرة مليار إن شاء الله اشتركوا في القناة